شاركت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة والوفد المرافق في عمل الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب ظهر اليوم الأحد والتي عقدت على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 في جنيف قد ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها ترحيب المجلس بعقد مؤتمر ومعرض عربي ألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في عام 2023 في مملكة البحرين وتقديم الدعم اللازم للملتقى الصحي كما تضمن مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف مايو 2022 والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وصندوق العربي للتلمية الصحية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم كذلك تم تطرق إلى مشروع استراتيجية عربية استرشادية بمهنتي التمريض والقبالة 2022-2023 إلى جانب مشروع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض إضافة إلى توحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات إلى جانب نتائج اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء